اهلا بحضراتكم القاهرة التاريخية مليانة بالأثار الإسلامية العظيمة واللي دائما بيتم تطورها بشكل كبير وإحنا حاليا موجودين داخل الجامع الأزرق وهو معلم أثري شهير ومعروف من ضمن المعالم أو معالم الأثرية في القاهرة التاريخية تفاصيل المسجد وليه سمية بالأزرق وأهم ما يميز هذا المسجد هنعرفها من الأستاذ إسلام يوسف وهو مفتش أثار بالمصار السياحي لمنطقة الدرب الأحمر أهلا بك أستاذ إسلام أهلا بحضراتك صباح الخراءة الجميع جماعنا دلوقتي أنا بتشرف بكم طبعا إحنا وقفين في الجامعة الأزرق طبعا يعني بنقول شرارة أو نواة الجوامع اللي موجودة هنا في منطقة أسوار الدرب الأحمر عايزين نعرف بس مين منشئ الجامعة أسماء الجامعة أهم ما يميز الجامعة زي ما حضرتك قلت الجامعة 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 الأزرق هو مشهور بالجامعة الأزرق لكن ليه أربع أسماء الاسم الأولاني أقسونكر النصري وهو المنشئ الأساسي رقم اتنين إبراهيم أغا مستحفظان ده اللي جيه ورمم فيه وأضاف الضريح بتاعه اللي موجود جانب أقسونكر النصري رقم تلاتة الجامعة الأزرق الجامع الأزرق ليه نسبة إلى البلاطات اللي استجلبت من تركيا من كتاهية تحديدا يا جماعة ما اسمهاش بلاطات القاشاني اسمها بلاطات كتاهية اللي هي بتبقى على أرضية بيضاء وهي باللون الأزرق في بلاطتين فقط على يمين المحراب ويمين المنبر باللون الأحمر الكرمزيدول تم استجلابهم من إذنك تمام؟ الاسم الرابع للمسجد وده أهم ما يميز المسجد وهو مسجد النور ليه مسجد النور؟ رأي لن إبراهيم أغا مستحفظان حلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أن انت ترمم المسجد فقام على الرؤية دي وقام رمم المسجد اللي احنا وقفين فيه دلوقتي ليزا سمية بمسجد النور تمام؟ فضل عشان كده احنا بس الشهير ما بيننا وبين العامة هو المسجد الأزرق ده بسبب البلاطات الموجودة البلاطات الموجودة اللي هي تم استجلبها من كتاهية وبلاطتين فقط من إذنك وطبعا بلاطات دي موجودة أيضا في ضريح إبراهيم أغا مستحفظان اللي هو من أعظم الأضرحة على مستوى العالم هنا برضو أهم ما يميز المسجد هو المنبر المنبر منبر رخامي وهو أقدم منبر رخامي موجود أقدم منبر رخامي موجود في القاهرة التاريخية لكن أقدم منبر حجري في شيخ النصري في منطقة الخليفة تمام مظبوط هو الدين الإسلامي في سمحة الدين الإسلامي بيستجلب العمائر السابقة على العمارة الإسلامية وليس على الدين الإسلامي فاحنا ممكن نلاقي هنا أعمدة يونانية كورنثية لو زي حضرتك اللي هي على شمالنا دلوقتي ممكن نشوفها وحضرتك داخل من المسجد برضو هتلاقي عتب مصري قديم وليس عتب فرعون يا جماعي نصح على المعلومة عتب مصري قديم لأن فرعون ده اسم شخص فالعتب المصري القديم موجود أول ما تدخل وموجود برضو في مدرسة خير بك وموجود في كذا مكان هنا في المنطقة في المصار السياحي كله طبعا هي لم تسرق أنا مش هسرق حاجة من مكان معبد أو كنيسة أو أو واجئ أحطه في مسجد لأن ده أساسا في الدين الإسلامي حرام ده الطبيعة بتاعتنا أنا مش هسرق السرق حرام تمام فهو كان بيستجلب الحاجات دي من أماكن أو معابد متهدمة طب كان بيستجلبها ليه؟ وكان بيشتريها كان لها أسواق مخصصة للحاجات دي بتتباع زي الأسواق اللي موجودة عندنا دلوقتي أسواق الرخام والجرانيت والبازلت وما إلى ذلك الحاجات دي كان بيجيبها بتوفر الوقت والجهد والمال فكان يجيبها هنا وحطها في المسجد تستخدم كأعمدة أو كأعتاب أو زي العقد النفيس بيبقى تحتية عتب تستخدم العتب ده زي ما موجود في قب الطرابية الشريفة في المصار المسجد الأزرق فيه أضرحة كتير أقصون كورو الناصري موجود في الجامعة الأزرق إبراهيم أقا مستحفظان موجود في الجامعة الأزرق أهم واحد موجود في الجامعة الأزرق واللي تم عمل الضريح بتاعه قبل إنشاء المسجد الأزرق بعام 47 هو إنشاء 746 هو علاء الدين كوجك ابن الناصر محمد بن قلون ابن المنصور قلون تمام؟ يبقى سلطان ابن سلطان ابن سلطان إنشاء قبل إنشاء المسجد بعام برضو المسجد بيتماز إن هو ليه صحنة أوسط مكشوف جميل جداً في واحد اسمه طغان الدوادار هو اللي عمل النفورة اللي بعد كده إبراهيم آغا مستحفظان جاء وعمل عليها الزلة الخشبية دي ده طغان طغان برضو عمل ترميم في ضريح إبراهيم آغا مستحفظان قبل ما إبراهيم آغا مستحفظان يعمله عمل الوزارات الرخامية من تحت وعمل المحراب اللي موجود فيه والرنك بتاعه موجود جوه من أعظم الرنوك رنك اللي هو يعني المقلمة زي ما بنقول هو تحس انه فيه ألمين وفي نقطتين وهما الحبر اللي موجودين جوا في دريح عبرهيم أغا مستحفظة طبعا المسجد مفتوح للزيارة وإي حد يقدر أنه يجي يزوره وفقا للمساري الجديد طبعا المسجد مفتوح للزيارة التيكت للمصري بعشرين الطالب بعشر طبعا فيه أسس ماشيين عليها احنا وفيه منشور بالوزارة بكده المساري السياحة كبير جدا يا جماعة مش صغير بيبدأ من قب الطرابية الشريفي طبعا قب الطرابية فيها سبيل وكتاب وحوش والرباط أصدمر موجود فيها بعد كده حتى بتطلع منها على خير بيك خير بيك فيه سبيل وكتاب وقصر ألين أقل حسامي ومنزل إبراهيم أغا مستحفظة ممكن نشوفه من الداخل ومن الخارج بعد كده بتتوجه للجامعة الأزرق بعد كده تمشي قدام شوية تدخل مدرسة أم السلطان شعبان وبتبقى مفتوحة ويا جماعة احنا موجودين من الساعة تمانية ونص صباحا للساعة أربعة ونص آخر تيكت بتطلع علينا وتحت أمركم فول فري طبعا احنا بنشرح لأي حد يجينا ونورنا في المصاف شكرا جزيلا شكرا شكرا شرفت بيكم شكرا لحراتك وشكرا لكل مشاهدة تلفزيون اليوم السابع